اهلا بكم في فيديو للمبتدئين هنتعلم من خلاله ازاي نسبة ويندوز او سيستم او نظام تشغيل على الماشين او الكمبيوتر بتاعي الشرحة ده هنطبق على جميع نسخ ويندوز يعني ويندوز 7 ويندوز 10 ويندوز 8 ويندوز 11 اي نوع ويندوز نفس الفكرة واحدة لاننا هنفهم الفكرة والفكرة البساطة انه لما بلغت على البور بطن او زر الطاقة بيتم تحميل نظام التشغيل اللي هو الويندوز في الحالة دي المتخزن على واحدة التخزين الرئيسية اللي هي الهارد ديسك الى الذاكرة العاملة اللي هي الرام ومن ثم بقى فتحك ده على الشاشة واظهاره في سلسلة شاشات عملية التحميل بيحمل نظام التشغيل الى الرام وبيظهر عندي في النهاية نظام التشغيل الان كان نوعه وبقدير انا الجهاز بعد كده بالماوس وبالكيبورد اذا نظام التشغيل هو السيستم اللي بيتحمل في البداية عشان يتحلية استخدام الكمبيوتر ده من خلال الاوامر بتاعته ولكن احيانا لسبب ما نظام التشغيل بيكون مفقول على الهارد ديسك زي بتقول ويندوز ساعت او حتى موجوده انا عايز انزل نسخة اما احدث او نسخة مختلفة لو اصابها فيروس مثلا القديمة او هكذا نظام التشغيل بيتم البحث عنه بطريقة تلقائية على وحدة التخزين الرئيسي للهارد ديسك مش بيلاقيها فما بيحصلش تحميل في الحالة ده بيعطين رسالة هنا بيقوله بوتنج فروم هارد ديسك كلمة بوت يبدأ عملية تحميل نظام التشغيل بنسميها بوت واللفز ده مهم جدا طيب هنا مش لاقي مكان يعمل بوتنج منه مش لاقي سيستم على الهارد ديسك اللي هو نظام التشغيل في الحالة دي هو ويندوز مش موجود فبيعطيني رسالة مش لاقي حاجة يبدأ منها فانا في الحالة دي ممكن ابدأ من ديفي دي او فلاشة هنثبت ويندوز من ميديا اخرى من مكان اخر طبعا الهارد ديسك مفيش عليه نظام تشغيل او حتى عليه نظام تشغيل وانا عايز انزل نظام احدث نظام الاحدث لازم يكون موجود في فلاشة على سبيل المثال او استوانا والفكرة كلها واحدة وعشان نفهم ده لو فتحنا مايك ومبيوتر هنلاحظ ان متقسمها لبارتيشنز طبعا الهارد ديسك متقسم لسي ودي وإي وإف طبعا كل تقسيمة حسب الجهاز ممكن يبقى سي بس سي ودي ممكن يبقى اكتر من كده اولي من كده عادي نظام التشغيل بالاساس بينزل بشكل افتراضي على السي طبعا في الناس ممكن تنزل نظامين تشغيل وتنزله عادي وغيره لكن احنا هنمشي بالشكل الطبيعي نظام التشغيل متواجد على السي وحتى رمز الهارد ديسك مختلف شوية وعلى السي الفلاشة اليو اس بي او الدي في دي دي وسيلة اخرى في حالة عدم تواجد نظام التشغيل على السي حننزل من الفلاشة او من السي دي لكن هنا بيكون مشكلة ان الجهاز اول ما بيفتح بيبحث على نظام التشغيل في البوت على الهارد ديسك لو ملقاش طبعا انا لازم اقول له لو ملقاش على السي ابحث في مكان اخر زي الفلاشة لازم ده اكون عامله او السي دي روم او غيره براتيب له طبعا طيب ده بكون عامله ازاي في عندي مينيو اسمها بوت مينيو موجودة في كل جهاز شكلها بيختلف من جهاز لجهاز لكن الفكرة كلها واحدة وبدخل لها بالضغط على زرار الزرار ده بيختلف برضه من جهاز لجهاز ممكن يبقى F9 F12 او ادخل طبعا ممكن ابحث على الجهاز بتاعي وقول بوت مينيو على الانترنت لو مش عارفوا بوت مينيو او بوت كيي لاسم الجهاز بتاعي هيقول لي تضغط على زرار اي عشان اقدر ادخل على البوت مينيو دي بنلاحظ ان شكلها بيختلف بين الاجهزة لكن الفكرة كلها واحدة وبلاحظ احيانا لن بفتح الجهاز بيجيب لي يقول لي ادخل على الوت مينيو بتضغط على كذا تشيبي بقول لي يضغط على سكيب زور سكيب عشان يظهر لي قيمة اختار منها بوت مينيو في الحالة دي اف ناين اسوس كذلك تقريبا احنا ممكن نبحث عن جهازنا ونقول بوت كاي يجب لي اسم الزرارة اللي اضغط عليه ببساطة طب انا دخلت هنا على الجهاز لاحظت ان هنا بيقول لي الترتيب بقى للبوت مينيو موجودة هنا اول حاجة هيبحث عن الهارد انترنال اتش دي دي الهارد ديسك لو ما لقاش هيدخل على الشبكة بعد كده اليو اس بي انا عايزه ما يبحث عن الهارد اساسا لاني هنزل نسخة جديدة ومركب الفلاشة موصلها اللي هي عليها نظام التشغيل وفي الحالة دي لازم اوجه البوت اردر الترتيب عشان يبدأ باليو اس بي ستوريج ديفايس بمجرد ما بضغط كده وبضغط انتر بيبدأ على طول التحميل من الفلاشة طبعا حتى لو كان فيه ويندوز قديم موجودة على الهارد ديسك حيتجاوزه او ما فيش ويندوز اصلا موجودة على الهارد ديسك هيبدأ من الفلاشة ويبدأ فيه تنزيل هيبدأ فيه شاشة تنزيل بالحالة دي وقل لي ستنى شوية بدأت عملية التنزيل وفيه شاشات او معالج اسئلة بسيطة جدا هنجاوب عليها وهي منطقية جدا من غير تعاليم نقدر نستنتجها هنا بيقول لي اختار اللغة طبعا language to install طبعا انا ممكن انزل ويندوز يكون وجهته عربي هلاحظ في الحالة دي اللاحظ ان الشاشة ده هتجيلي بالعربي واللغة الافترضية هتكون للمبلكة العربية السعودية time under currency format طبعا تابع للاختيار الاول اللي اخترته بلاحظ ان الاتنين دول بيتغيروا انا هختار من time under currency format او اللغة بتاعتي هختارها وهختار في الحالة دي Arabic Egypt في الحالة دي اللغة بختار طبعا time under currency format لان اللغة ممكن تكون مش متاح لها اختار اكتر من لغة يعني ممكن يكون الويندوز نازل بواجهة انجليزية بس او بواجهة عربي بس بيمكاني بقى اغير time under currency format اللي هو الوقت والعملة تنسيقها تابع لها طبعا keyboard or on bit method وضغط next في الحالة دي هيبدأ عملية التشبيت هضغط على install now ابدأ اسبت مباشرة بيدي لي بقى خطوات قولي setup is starting وبيبدأ يطالبني هنا بيقولي ادخل او الproduct key او السيريال اللي موجود على الستوانة مش معيه دلوقتي هقول له skip هتجاوز الخطوة دلوقتي احيانا بعض الستوانات او الفلاشة يعني فيها اكتر من نوع windows قولي windows 10 home او pro او غيره انا بختار النسخة طبعا الhome بتكون اخف والامكانيات البرومو كانت بتكون احلى حسب ما انا اختار حسب بقى استخدامي لو جهازي استخدام استخدام يعني كل الميزات هختار windows معنا وفي المقابل طبعا هيكون الحجم ازياد شوية هنا بيقولي لازم توفع الاتفاقية لازم اعمل accept لازم اوافق على license عشان اتمكن من عملية التنزيل طبعا برغة checkbox وبرغة next اهم سؤال ولازم اركز فيه which type of installation do you want ده بيقولي اي نوع من التثبيت انت عايزه هل upgrade هنا بقولي هنزل windows على الويندوز القديم وهطوره اذا كان 7 هخليه مثلا 10 او 8 او 11 او غيره ويسيب الويندوز بملفاتي بصوري باعداداتي كلها بالتطبيقات بتاعتي الحالة دي طبعا لما هنزل الويندوز انا بعمل ترقية من ويندوز اقدم لأحدث وبيسيب لي كل اعداداتي وتطبيقاتي وما فيش اي تغيير على الويندوز القديم طيب ايه بس طيب انا لو الويندوز القديم اصلا سائط او حتى عليه فيروسات وانا عايز انزل نسخة فريش نسخة جديدة وامسح كل الاديم بالحالة دي هاختار Custom Installation وطبعا باي ملفات موجودة على Partition C زي ما اتفقنا بتتحزف لاني طبعا الوقت هفرمت C زي ما هنشوف طيب ال Partitions بتاعتي او الهارد بتاعي ظاهر قدامي اهو بلاحظ اني جايب لي هنا One وطبعا بالترتيب قال لي System Reserved اخد مساحة صغيرة جدا بالميجا بايت حاجزة لل System لو حددتها وديت انزل عليها هلاقي Next باهت لان المساحة قليلا اصلا مش هينفع بعدها على طول بالترتيب ال Partition C وهنا نركز لان لو نزلت على ال Partition D هاحذف كل ملفات المتخزنة عليه انا في الغالب بنخزن متعرف عليه بنثبت ال Windows على ال Partition C فهو الجزء الاولاني وبلاحظ حجمه هنا ويقول لل Total وال Free وبإمكاني طبعا اتعامل مع الشاشة دي وافرمك بقى ال Hard بتاعي واقسمه واعيد تقسيمه من قوله جديد واحذفه وتعمل معه طبعا احنا ممكن نقضي وقت في كده لكن انا في الوضع الطبيعي بحدد واقول له Next طبعا ممكن اعمله Format امسح كل اللي عليه لو انا شاك انه في فيروسات او في مشاكل لو انا عايز عندي Partition C و D و E وعايز اعيد التقسيم بحدد Partitions دي وبعمل لها Delete وعدمجهم كلهم في مساحة واحدة بعد كده بغضة New واقسم المساحات زي ما احنا عارفين ال Windows بنزل على C اي بيانات متخزينة على D و F و E في الحالة دي مالهاش اي علاقة بتبضل في الامان المعرض للخطر هو C لذلك ما نخزنش اي ملفات على C سطح المكتب اصلا جزء من C والمساندة جزء من C يعني اي ملفات موجودة عليها بتفقد اي ملفات عايز احتفز بها دايما اخزنها بعيدا عن C لان في حالة سقط ال Windows انا بفرمت او بمسح الجزء ده ونزل نسخة Fresh من اول ودي طيب انا عملت Delete لكل ال Partitions اصبح Unallocated Space الهارد بتاعي مفيش فيه اي تأسيمات وابدأ اعمل New بعد كده واختر المساحات انا عارف الهارد بتاعي مثلا 250 جيجا او 500 جيجا بخلي اعمل Apply لحد المهم ما بقسمه زي ما اعايز وابدأ اعمل Next Next في الحالة دي بيبدأ يعمل عملية طبعا بعمل Format بيحذرني لما اجعل فورمات ان البيانات هتفقد الموجودة على ال Partition ده او الجزء ده وابدأ اقول له Next تالي وبيبدأ في عملية Coming Windows Files في خطوات معانا الطريق الجزء ده بيعمله بسرعة جدا مش بياخد وقت يعني حسب برضو سرعة الجهاز وبعدين Getting Files Ready For Installation ده بيعد من 0% ودي اطول فترة بيضل يعد وبعد كده القطوات التانية بتاخد فترات ابسط شوية اول مرحلة بعد ما بجمع المعلومات في الحالة دي بيبدأ في عملية التسبيت بلحظ الشريط من تحت المرحلة التانية Installing Windows بتاخد معي وقت تعمل يعد 6% 68% حد 100% وهيبتدي يعمل Restart تلقائي بعد وقت معين او انا اضغط لو انا مستعجل اضغط Restart ناو مستقنش السواني دي بيبدأ بعد كده يفتح ويقول Getting Files Ready وعمل يديني وقت وبيصبرني بقول Just a moment ويبدأ برضو يسألني هنا اختار region بتاعتك او المنطقة انا اخترت في الاول Arabic Egypt وبناء عليها حدد Egypt وبناء عليها بيحدد نظام الارقام Lighted State بيسألني Second Keyboard Layout بقسمة تانية دي انا اقول له Skip مش هعمل تاعتك دي دلوقتي دي برضو اسئلة سألني طيب الشبكة لاحظ لما ثبت الويندوز ان فيه واي فاي متواجد بالمنطقة واللي توصل دلوقتي ممكن لو انا ليا شبكة اعمل Connect ويطالبني طبعا بالباسورد لكن انا بفضل اقول له I don't have بانتغنيت ونحب اوصل بالشبكة اثناء تحميل واندوز في النهاية نبقى نوصل بالشبكة بعد كده طلب مني اسم مشتخدم الجهاز ده طبعا بعدين ممكن اخط صورة هنا بكتب اي اسم بعد كده بقول لي Create a super memorable password وكتب password قوية ومتذكرها انا كمبتدأ هسيبها blank فاضية مش هكتب دلوقتي password عشان لو نسيتها مش هكتب افتح الجهاز فحاسبها blank فاضية برضو بعض الازونات permissions على زي location والكلام زي الموبايل عمل accept طبعا ده كله لو لي تعليق اشي checkbox او افصل ده طبعا هنا بيقول لي this may take هياخد برضو وقت وطبعا بأسناء عملت التنزيل واندوز بيعمل restart اكتر بعد وقت معين بيبدأ الجهاز يحمل ويظهر عندي سطح المكتب وكده congratulations انا خلاص سبت الويندوز بقي اعداد بسيط جدا الناس اللي هتستخدم اللغة العربية هتعاني من مشاكل لو ما خدتش بالها من النقطة دي اضيف اللغة العربية على طول لغة الكتابة بعمل عامل search او بحس على كلمة add language بمجر مكتب add al في search هنا ألاحظ ان ظهر عندي add language to this device ضيف لغة للجهاز ده بضغط عليها بلاحظ هنا ان عندي location ايجيب انجلش هنالت دي الوجهة اللي طبعا ما فيش امكانية لتغيلها لان لستوانة بتاعتي او cd فيها الوجهة واحدة بس طبعا لو فيها اكتر من وجهة كان ممكن اقدر غيرها هنا بيقول لغة الكتابة اعمل add language العربية مصر هنا english united state ما بيكون موجودة العربية مصر هنا فبرغط على add واختار اكتب arabic ايجيب او اكتب كلمة ايجيب لو عايز افلتر او ابحث عنها المهم بعمل لها next بعمل اي لغة بحث بلدي ويتم تثبتها ولاحظ بقى في لحظتها ان شريط اللغة ظهر عندي اسفل بجانب الساعة نقدر ابدل اللغات في نقطة مهمة جدا كمان بتعمل مشاكل مع التطبيقات في اللغة العربية لازم اضف هنا هنا هضغط على additional date and time original setting لازم اضغط على دي هيظهر date and time وانا اختار region لازم اختار المنطقة اقول له على region هنا بلاحظ ان الformats الformat arabic ايجب ده مرتبط به نظام التاريخ والارقام طبعا ممكن اتحكم في الارقام كمان من هنا لكن بيهمني ان الوكيشن برضو بلاحظ ان ايجب بناء على اختياري اثناء تثبيت واندوز اتأكد من ده administrative ده مهمة جدا اختارها وهنا تعمل لي مشاكل كبيرة جدا لما اجي انزل التطبيقات واللغة العربية بيعمل مشاكل معها فلازم ازبطها اختار change system local اضغط عليها وا اعدل من english united state arabic ايجبت وهضغط اوكي هنا هيقول لي لازم اعمل restart هوافق وعمل restart وكده زبط اللغة تماما مش هاجه اي مشكلة بعد كده الفيديو التالي هنتكلم عن اعدادات windows الاساسية لكن في الوقت الحالي احنا خلصنا الدرس الاول للمبتدئين تثبيت windows علشان نتابع كل ما هو جديد نشترك في القناة